أتمنى على أبنائي وبناتي من شباب شيعة قائم آل محمد صلوات الله عليه أن تكون عندهم ورقة وهذه الورقة تبقى معهم إلى أن ينتهي حديثي عن حوزة الحمير في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة وأن يخططوا جدولا فهناك حقل لرجل الدين الإنسان وهناك حقل لرجل الدين الحمار وبحسب ما أنتم تقتنعون فاكتبوا أسماء الذين تجدونهم يستحقون أن يكتبوا في حقل رجل الدين الإنسان أو يستحقون أن يكتبوا في حقل رجل الدين الحمار ونبدأ من النائين ومن الخوء ومن المراجع الآخرين من أمثال محمود الشاهرودي حسين الحلي محمد هادي الميلاني هذه الأسماء الكبيرة التي قرأتها عليكم محمد حسين الطباطبائي إنه صاحب الميزان القائمة طويلة يمكنكم أن تدخلوا إلى الإنترنت وتبحثوا عن تلامذة النائين صنفوهم هل هم في حقل رجل الدين الإنسان أم هم في حقل رجل الدين الحمار أنا سأقول لكم إذا ما تابعتم معي بدقة فإن قائمة رجل الدين الحمار ستكون طويلة ولا أعتقد أنكم ستثبتون إسما واحدا في حقل رجل الدين الإنسان سأعرض لكم النماذج الكثيرة من كبارهم وصغارهم لأنني أحدثكم عن حوزة فيها الكبار وفيها الصغار فالكبار حمير وصغار جحوش وتلك هي الحقيقة المرة وعلى هذا سار أجدادنا وماتوا وسار آباؤنا وماتوا ولزالت الشيعة تسير في نفس هذا الاتجاه لزالت الشيعة حميرا ديخيين يركبون من قبل حمير الشيطان في النجف وكربل أتمنى عليكم أن تتابعوا البرنامج بدقة وأن تسجلوا أسماء الذين أتحدث عنهم ولو بالإجمال أن تكتبوا تلاميذ أهنائيني تلاميذ أخوئي الخوئي وتلاميذه وهكذا حتى تعرفوا النتيجة بعد ذلك هل هناك في حوزة النجف وكربلاء من يستحق أن يكتب في جدول رجل الدين الإنسان أنا سأعرض لكم ما جاء في كتبه وما قالوه بألسنته عبر المصادر الصحيحة وعبر الوثائق والأدلة الواضحة والحكم إليكم ليس بالضرورة أن تتفقوا معي ولكنكم أنصفوا أنفسكم كي تعرفوا أين تضعون أقدامكم إنني أخاطب أبناء وبناتي من شباب قائم آل محمد صلوات الله عليه لا أهتم بالكبار لأن الكبار قد غسلت يدي منهم حتى الذين يوافقونني ويعرفون الحقيقة فإنهم شياطين خرص لن يتحدثوا بالحقيقة أنتم الشباب أنتم الذين يعولوا عليكم لا أتحدث عن نفسي إنما أتحدث عن إمام زمانكم لأن الأئمة هم الذين أرشدون لقد قالوا لنا أين أنتم أين أنتم عن الأحداث إنهم الشباب إنهم الشباب من الذكور والإناث أين أنتم عن الأحداث فإن قلوبهم إلى حديثنا أميل قلوبكم أنتم يا أبنائي وبناتي قلوبكم أنتم إلى حديث العترة أميل ولذا أخاطبكم أما كبار القوم من أصحاب العمائم من السياسيين وغيرهم إنني جد عليم من أن الجميع من الكبار يتابعون برامجي لكنهم لا يرتبون أثراً مع أنهم يتفقون معي يتفقون معي ولا يعترضون على الذي أتحدث به لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك لأن الحقائق ترغم أنافهم مثل ما أرغمت أنفي دين العترة قوي قوي لا يقاوم إذا عرض بطريقة صحيحة مثل ما أفعل منهج العترة قوي قوي لا يقاوم لا يقاومه أحد إذا عرض بأسلوب صحيح مثل ما أفعل فلا يستطيعون أن يقاوموا هذه الحقائق يذعنون لها يؤمنون بها لكنهم لا يرتبون أثراً عليها وعينما يتحدثون مع أتباعهم يوجهون أتباعهم إلى أن يحاربوهني وأنا لست مهمة المشكلة في أن حربهم ستكون على حديث أهل البيت على دين العترة الطاهرة هذا هو الذي يجري على أرض الواقع ولذا فإنني أخاطبكم أنتم يا شباب شيعتي الحجة بن الحسن تابعوا معي واصنعوا جدولاً وثبتوا أسماء الذين أتحدث عنهم ستصلون إلى هذه النتيجة من أنه لا يوجد أحد من الذين سأتحدث عنهم يستحق أن يكون في خانة رجل الدين الإنسان لأنهم بكاملهم يستحقون أن يكونوا في خانة رجل الدين الحمار ابتداء من النائين فالقوئي وَا 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 إلى آخر الحلقات التي سأتحدث فيها عن هذا العنوان حوزة الحمير إنهم حمير بامتياز بامتياز وامتياز وهذا هو الجزء الأول من كتاب التنقيح إنها مباحث الطهارة مباحث كتاب الطهارة في الصفحة الثلاثين تحت هذا العنوان كتب الخوئ هذه أبحاث الخوئ وقررها الميرزى علي الغروي الذي مر علينا في الحلقات المتقدمة من أنه في بداية مرجعية السستان أصدر فتوى وحرم تقليد السستان هو هذا علي الغروي هو الذي قرر أبحاث الخوئ في شرحه للعروة الوثقة هذا الكتاب التنقيح في شرح العروة الوثقة وهو أهم كتب الخوئ في الصفحة الثلاثين تحت عنوان كشف اشتباه في كلمات الأصحاب الخوئ هو الذي يتحدث لست أنا لا يخف أن الأصحاب قدس الله أسرارهم يتحدث عن المراجع فهذا التعبير الأصحاب وقدس الله أسرارهم لا ينحسب البقالين مثلا بحسب أعراف الحوزة إنه يتحدث عن المراجع الكبار لا يخف أن الأصحاب قدس الله أسرارهم نقلوا الآية المتقدمة في مؤلفاتهم ليس واحدا نقلوا الآية التي تضمنت حكم التيمم نقلوها لا كما جاءت في الكتاب الكريم إذن هذه قضية جهرية على طول الخاط على طول الخاط لا يخف أن الأصحاب قدس الله أسرارهم نقلوا الآية المتقدمة في مؤلفاتهم بلفظة إن لم تجد فإن لم تجد وهو على خلاف لفظة الآية الموجودة في الكتاب في القرآن بل لا توجد هاتان اللفظتان في شيء من آيات الكتاب العزيز فإنما وقفنا عليه في سورتي النساء الأرقام هنا ليست صحيحة في سورتي النساء جاء الرقم خمسة وأربعين الآية هي الثالثة والأربعون بعد البسملة والمائدة أيضا جاء رقمها ليس صحيحا رقمت بالرقم الخامس والخمسين أتحدث عن الآية التي تضمنت حكم التيمم إنها الآية السادسة بعد البسملة فإنما وقفنا عليه في سورتي النساء في الآية الثالثة والأربعين والمائدة في الآية السادسة بعد تصحيحي ما جاء من خطأ يبدو أن الخطأ مطبعي فلم تجد هذا هو الذي جاء في الآيتين فلم تجد لا كما حرفها مراجع الشيعة إن لم تجد وفإن لم تجد فلم تجد كما أن الموجود في سورة البقرة ولم تجد كاتبا ولا أدري لماذا أوجد هذا إلا إذا أراد أن يستقصي هذه الجملة في الكتاب فراجع وظني أن الاشتباه صدر من صاحب الحدائق قدس سره صاحب الحدائق يوسف البحراني وكتابه معروف من الجوامع الفقية المعروفة الحدائق الناظرة في فقه العترة الطاهرة وظني أن الاشتباه صدر من صاحب الحدائق صاحب الحدائق متى توفي توفي سنة 1186 للهجرة من تأريخ وفاته إلى الآن 259 سنة ما يقرب من ثلاثة قرون ومراجع طائفتي لا يضبطون الآية مثل ما جاءت في الكتاب الكريم هذا كلام القوي ما هو كلام ولو سألتموني فإنني أقول من أن الأمر سابق على صاحب الحدائق قبل صاحب الحدائق كان موجودا أيضا ولكن ني سأكتفي بما قاله الخوي فلربما يعود إلى أيام الشهيد الثاني الذي توفي سنة 965 للهجرة وما بين وفاته وإلى زماننا هذا 480 سنة بغض النظر عن الذي قلته سأقف على خلحم القوي وظني أن الاشتباه صدر من صاحب الحدائق المتوف سنة 1186 للهجرة وتبعه المتأخرون عنه في مؤلفاتهم اشتباها ولا غروة فإن العصمة لأهلها وكيف كان إلى آخر كلامه فهذه الظاهرة ظاهرة تحريف القرآن من قبل مراجع الشيعة ما هي بأمر جديد ولا هي بأمر طار وقد قلت لكم ذلك في الحلقة الماضية لا يضحكون عليكم ويقولون من أن الغز يتتبع سقطة هنا وسقطة هناك هذا هو الخوئ بنفسه يتحدى عن أن المراجع منذ زمان صاحب الحدائق يعني منذ ثلاثة قرون وهم ينقلون الآيات في كتبهم الفقهية التي هي كتب استنباط الأحكام الشرعية ينقلونها بنحو خاطئ هذا كلام الخوئ وهذا كتابه صنفوا 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 مراجعكم صنفوا مراجعكم وصنفوا علماءكم هل هم في قائمة رجل الدين الإنسان أم هم في قائمة رجل الدين الحمار هذه حقائق بين أيديكم سأذهب بكم إلى محمد باقر الصدر وإذا ما صنفتم عليكم أن تصنفوه هو وتلامذته لأن تلامذته يقدسونه تقديسا غريبة كحال تلامذة الخوئ وكيف يقدسون الخوئ فإذا ما صنفتم الخوئ في قائمة رجل الدين الإنسان فإن تلامذته سيكونون في الأعم الأغلب معه وإذا ما صنفتموه في قائمة رجل الدين الحمار فإن تلامذته في الأعم الأغلب خصوصا الذين صاروا مراجع منهم يصنفون معه في القائمة نفسه لأنهم على المنهج نفسه ويقدسون منهج أستاذهم أعود إلى محمد باقر الصدر كمال الحيدري من تلامذته وهو مرجع معاصر يحدثنا عن أستاذه محمد باقر الصدر وعن علاقته بالقرآن وهذه ناقلها أنا مرارا عن أستاذنا السيد الشهيد الصدق قدس الله نفسه كان يقول بأنه أنفد يوم واقف عنده في حرم أمير المؤمنين ده أقرأ زيارة مولانا إجاني واحد مولانا سألني هذه الآية شنو معناها قلت له هاي مو آية في القرآن مو آية في القرآن يقول راجعت البيت مولانا باوعت المعجم المفارس وإذا آية من القرآن ولكن أنا لا أعلم أنها آية من القرآن ثم هو علقها الله يعلم في درس الفق صباحا في مسجد الطوسي قال والله لو كنت أسأل عن أي رواية من أول الفقه إلى آخره لأجبت عن مضمونها وسندها لأن الفقه كالعجينة في يدي ولكن أسأل عن آية من القرآن لا أعرف أنها آية هذا الضعف ما هو من شأه ما هو من شأه من شأه ماذا الحوزة لأنه إلا وإحنا ما عدنا عداء مع القرآن ولكن من اليوم الأول ثقافتنا قرآنية لا روائية كما ينقل كمال الحيدري عن محمد باقر الصدر من أنه لو سئل عن الروايات لا أجاب سنلاحظ أن محمد باقر الصدر من كتابه لا يفقه لا في القرآن ولا في الروايات من كتابه من كتابه وأنا أقرأ عليكم وأنتم عودوا إلى الكتاب بأنفسكم فهو لا يفقه لا في القرآن ولا في الروايات سيقولون محمد باقر الصدر هذا الذي كتب فلسفتنا واقتصادنا أنا لا أريد أن أناقش كل شيء وإذا أردتم أن تعرفوا حقيقة مؤلفات محمد باقر الصدر عدوا إلى برامجي فإنني قد نبشتها نبشا إذا كنتم تتحدثون عن كتاب اقتصادنا فإنه حينما رسم منظومة الاقتصاد الإسلامي حينما وضع ما يسمى بالمذهب الإسلامي في الاقتصاد اعتمد على سيرة أبي بكر وعمر فأي اقتصاد إسلامي هذا إذا كان محمد باقر الصدر شيعيا فإن إمامه أمير المؤمنين رفض الخلافة حينما اشترطوا عليه أن يعمل بسيرة الشيخين رفض الخلافة وكان بإمكانه أن يقبل الخلافة وبعد ذلك لا يعمل بسيرة الشيخين لكنه أراد أن يثبت من أنه يتبرأ من الشيخين وسيرتهما بنحو كامل مطلق فإذا كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا يعترف بهما ولا بسيرتهما ويتبرأ منهما ومن سيرتهما فكيف يكون محمد باقر الصدر من شيعة أمير المؤمنين وهو يعارض منهج أمير المؤمنين ويؤسس مذهبا في الاقتصاد الإسلامي وفقا لسيرة أبي بكر وعمار ووفقا لفقه أبي حنيفة والشافعي وسائر المذاهب العباسية الضالة الأخرى عودوا إلى كتاب اقتصادنا وقد تحدثت عن هذا الموضوع هذا الكتاب يمثل المذهب الطوسي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة تقولون من أن محمد باقر الصدر كان مثقفا كان مفكرا كان ذكيا في الدين الطوسي وأنا لا شأن لي بالدين الطوسي إنني أتحدث عن دين العترة الطاهرة ماذا يفقه محمد باقر الصدر من دين العترة الطاهرة أقول لكم ولا شيء ولا شيء والحادثة التي نقلها كمال الحيدري تصب في هذا المجرى أقرأ عليكم من الجزء الرابع من هذه الموسوعة هذه موسوعة معروفة موثقة بالوثائق والمصادر والشهادات والأدلة محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق أحمد عبد الله أبو زيد العاملي وهذه طبعة دار العارف للمطبوعات بيروت لبنان الجزء الرابع في صفحة الرابعة والثمانين وتحت هذا العنوان فكرة محاضرات التفسير الموضوع في إحدى دروسه الفقهية تعرض السيد الصدر إلى مسألة عدم اهتمام الحوزة العلمية بالقرآن الكريم وهو أوله هو لا يفقه من القرآن شيئا ما أثبته في كتبه أخذه من سيد قطب لعنة الله عليه وبالمناسبة معروف بين القريبين من محمد باقر الصدر حين بلغه أن سيد قطب قد أعدم أغمي عليه أغمي على محمد باقر الصدر حزناً على سيد قطب هذا الأمر يعرفه القريبون من محمد باقر الصدر وقد تحدثت عن هذا الموضوع في إحدى دروسه الفقهية أتمنى عليكم أن تعودوا إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية فيه من المعلومات والحقائق والوثائق التي لن تجدوها في كتاب مطلقاً في كتاب مطلقاً هذا البرنامج موسوعة بخصوص جماعة الإخوان المسلمين هذه الجماعة الإرهابية المجرمة الناصبية القذرة وهناك ستجدون فضائح محمد باقر الصدر بالوثائق في إحدى دروسه الفقهية تعرض السيد الصدر إلى مسألة عدم اهتمام الحوزة العلمية بالقرآن الكريم ثم أضاف عندما بلغت الثامنة عشر من عمري علقت مع الشيخ عباس الرميثي تعليقة كاملة حول معظم أبواب الفقه وكان الفقه في يدي ينصاع كما تنصاع العجينة في يد الخباس ولا زالت تلك المباني بأغلبها هي بنفسها المباني التي لدي الآن والتي بنيت على هراء النائين والذين سبقوه والذين جاءوا من بعده والهراء هو الهراء ورغم ذلك فقد سألني بعض الطلاب أنه كيف يبعث الله نبيا مع رسول عندما تكون رسالة الرسول رسالة عالمية كرسالة موسى عليه السلام الذي بعث معه هارون وهو بمثابة جندي عند موسى عليه السلام فما معنى نبوة هارون وهما في منطقة واحدة وفي زمان واحد فقلت له ومن قال إن هارون كان نبيا فلعله لم يكن نبيا في عرض نبوة موسى عليه السلام فأجابني أحد الحاضرين بآية صريحة تنفي هذا الاحتمال ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا فإن محمد باقر الصدر ما كان يعلم أن هارون كان نبيا هل هذا على دين العترة هل كان يفقه حديث المنزل أتحدث عن أمير المؤمنين عن إمامه من أن منزلة علي عند رسول الله كمنزلة هارون عند موسى كيف يفقه هذه المنزلة من دون أن يكون ملما بآيات القرآن التي تحدثت عن هذا الموضوع أقول لكم هؤلاء ما هم على دين العترة وحق الزهراء ما هم على دين العترة هؤلاء على دين الطوسي ويستمر محمد باقر الصدر وقد بعث لي أحد الفرنسيين برسالة عبر أحد الأشخاص يذكر لي أن لديه بحثاً يظهر فيه أن في التوراة تناقضاً داخلياً وكذلك في الإنجيل إضافة إلى التناقض الحاصل بينهما وبين الحقائق العلمية في عالم الخارج ولكنه لم يجد تناقضاً من هذين القبيلين في القرآن الكريم وطلب مني أن أدله على المصادر التي تدعم ما توصل إليه وقد قلت في نفسي إن هذا الرجل المسيحي الذي يبحث في هذه القضايا هو أكفأ منا نحن هو أكفأ منا نحن أهل الفقه والحوزة فإلى من أرجعه من أهل الحوزة بحيث يستطيع أن يجيبه لأن محمد باقر الصدر كان عاجزاً أن يجيبه هو يبحث عن شخص في الحوزة كي يجيب هذا الرجل فماذا يفقه محمد باقر الصدر من القرآن؟ بهذا الحال يقوم بتدريس القرآن فماذا سينتج لنا؟ سينتج لنا هراءً سأقرأ لكم هراءه فماذا سينتج لنا؟ هذا هو حاله وطلب مني أن أدله على المصادر التي تدعم ما توصل إليه وقد قلت في نفسي إن هذا الرجل المسيحي الذي يبحث في هذه القضايا هو أكفأ منا نحن أهل الفقه والحوزة فإلى من أرجعه من أهل الحوزة؟ بحيث يستطيع أن يجيبه نحن نعرف الأحكام الشرعية والله لا تعرفونها لأن الذي لا يعرف القرآن كيف يعرف الأحكام الشرعية؟ إنكم تعرفون الأحكام الشرعية الطوسية أنتم لا تعرفون الأحكام الشرعية المحمدية العلوية الفاطمية الحسنية الحسينية المهدوية أنتم تعرفون الأحكام الشرعية الطوسية الخرائية نحن نعرف الأحكام الشرعية ولكننا لم نكتشف كنوز كتاب الله الذي بين أيدينا فماذا كنتم تفعلون؟ وأي فقه هذا الذي لا يعرف ولا تعرف حقائقه من القرآن؟ من القرآن المفسر بتفسيرهم هذا يعني أنكم ما تمسكتم بكتاب الله وعترته وهذا هو الموجود على أرض الواقع هذا جهلكم بالقرآن وفي الوقت نفسه فإنكم لا تفقهون حديث العترة إنكم على دين أخر هذا هو الواقع العملي والعلمي والحقيقي على الأرض نحن نعرف الأحكام الشرعية ولكننا لم نكتشف كنوز كتاب الله الذي بين أيدينا ولذا فأنت تلجأ إلى منهج حسن البنة وخاطب محمد باقر الصدر وتلجأ إلى سيد قطب تترك منهج العترة لأنك أساسا لا تعرف شيئا منه ولكننا لم نكتشف كنوز كتاب الله الذي بين أيدينا ومن هنا فأنا أدعوكم إلى إقامة دروس في القرآن الكريم يدعو طلبته فهل طلبته قادرون على إقامة هذه الدروس أم هو قادر هو جاهل بالقرآن وجاهل بتفسير العترة للقرآن وأدل دليل على ذلك ما كتبه في دروسه القرآنية هنا انبرى الشيخ حسن طرات وهو من تلامذته لبناني هنا انبرى الشيخ حسن طرات وقال له ليس لها إلا أنت هؤلاء طلبة ثولان هو يقول لكم من أنه لا يستطيع أن يجيب هذا الرجل الفرنسي المسيحي وهو حائر لا يدري إلى أين يوجهه في الحوزة كي يجيبوه على أسئلته ولا يوجد أحد في حوزة الضلال يستطيع أن يجيب على أسئلة ذلك الفرنسي هنا انبرى الشيخ حسن طرات وقال له ليس لها إلا أنت وعليك أنت أن تتصدى لذلك لكي يمشي الأمر في الحوزة فقال رحمه الله محمد باقر الصدر أنا في تفسير القرآن إن لم أكن أقل منكم فمثلكم فأجابه أحد الطلبة كيف يا سيدي وأنت بحر بعيد الغور في قدرتك على التفسير من أين عرف هذا الغبي الأثول من جحوش الحوزة من أن محمد باقر الصدر بهذه الخدرة كيف يا سيدي وأنت بحر بعيد الغور في قدرتك على التفسير مثل ما قلت لكم ما بين الحمير والجحوش ضاع دين العترة الطاهرة أتحدث عن الحمير البشر وعن الجحوش البشر كيف يا سيدي وأنت بحر بعيد الغور في قدرتك على التفسير سبق وأن سألت سماحتكم عن تفسير آية فأجدتم في تفسيرها وأنت من أين لك العلم بأنه قد فسرها تفسيرا مثل ما تريد العترة الطاهرة فالرجل جاهل بتفسير العترة الطاهرة سبق وأن سألت سماحتكم عن تفسير آية فأجدتم في تفسيرها وتعمقتم في جوهرها فأجابه السيد إنك تريد أن تشجعني لو بعث شيخنا الطوسي أو حاضر السيد الطباطبائي يشير إلى محمد حسين الطباطبائي هنا في النجف لأنه كان يعيش في قم لكنت أحد التلاميذ هذا يعتقد أن تفسير الطوسي تفسير صحيح تفسير مخالف لمنهج أهل البيت بالكامل إنه يتحدث عن تفسير التبيان الذي أنا أصطلح عليه تفسير الخريان للطوسي تفسير التبيان في الحقيقة هو تفسير الخريان لأنه يتناقض مع منهج العترة الطاهرة بدرجة مئة بالمئة وكذا الحال مع تفسير الطباطبائي أتحدث عن تفسير الميزان هذا الذي يتحدث عنه تلامذته تلامذة الطباطبائي من أننا نحتاج إلى مئة سنة إلى مئتي سنة حتى نستطيع أن ندرك عظمة الميزان وهو تفسير ناصبي نقله الطباطبائي عن تفسير النواصب لقد نقل عن تفسير النواصب الكثير والكثير والكثير في الوقت الذي ترك أحاديث العترة الطاهرة وهذا هو منهجه في التفسير هذه حقائق والله هذه حقائق وقد أثبتها بالأدلة والشواهد والوثائق في مئات من ساعات عودوا إلى البرامج السابقة ستكتشفون هذه الحقائق بأنفسكم هذه حقائق أنا لا أتحدث عن خطأ هنا واشتباه هناك أنا أتحدث عن منهج أنا أتحدث عن منهج لا يضحكون عليكم يقولون لكم من أن الغزي يبحث عن سقطة هنا أو هناك أنا لا أفعل هذا أنا أتحدث عن منهج لكنني كيف أثبت لكم كلامي لا بد أن أضرب أمثلة مما جاء في كتبهم ولا أستطيع أن أقرأ كل شيء فإنني أذكر مثالا من هنا ومثالا من هناك وهذه ما هي بسقطات هذه نتائج المنهج وكل الذي في كتبهم هو كهذه الأمثلة التي أضربها لكم هذه ما هي بسقطات هذه نماذج مما هو موجود في الكتاب من أوله إلى آخره نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر